بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء لما يكون عندنا فقرة بتتكلم عن الجليس ونكون خلاص عندخل على رمضان أكيد لازم الجليس يكون إيه؟ لازم الجليس ده يكون القرآن لأن القرآن في الحقيقة جليس فريد جليس أصلاً موصف بأنه كريم ورمضان إذا كان رمضان كريم محتاج جليس يكون كريم كريم ليه؟ لأنه ماذا؟ لا يخلق على كسرة الرد لا تنتهي عجائبه ولذلك هذا الجليس وصفوا أهل القرآن والقراءات بأنه خير جليس زي ما بيقول مثلاً إمام الشاطبي صاحب متن الشاطبية في علم القراءات وخير جليس اللي يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملة يعني إيه اللي حاصل؟ يعني كل ما تكرر يزداد جمال زي ما بيقولوا كده فكلا ما كنا بنتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لمسلم فضلهم قلت البخاري أعلى قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى التكرار في القرآن يخرج لك شهد الوصال ويعرفك كيف نثر الله الجمال في خير دال في القرآن الكريم الذي يهديك إلى الله سبحانه وتعالى على كل حال قرآن ده عجيب قرآن ده الله سبحانه وتعالى استفى به أحب خلقه إليه بيبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر له القرآن وخبأه له حتى جاء صلى الله عليه وسلم ففتح عليه كنوز الأولين والآخرين إزاي؟ بقرآن يدل على كلام رب العالمين يا سلام وإحنا نلاحظ أن القرآن الكريم والسنة بيأكدوا الترابط ما بين القرآن والصيام عشان يبقى ده أفضل جليس ممكن نجلس معه في رمضان خصوصا أنه إحنا بنستقبل هذا الشهر المبارك المنور اللي هو في الحقيقة هو أحد أهم أوصاف شهر رمضان إنه شهر القرآن ده اللي ربنا بيقول فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يبقى إلا حاصل لازم إحنا لما ندخل على رمضان لازم نكون عندنا حال مع القرآن الكريم وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هتجدوا جمع ما بين القرآن والصيام في حديث عجيب إيه الحاصل إيه منيتك الكيس من دان نفسه وعمل إلى ما بعد الموت لقاء الله إيه أكتر حاجة أنت تتمناها لما تلقى الله الشفيع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عجيب الصيام والقرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني شوف الارتباط ويمكن ده اللي يكشف لنا إيه اللي خلى هذه الحالة العجيبة ما بين مذكرة سيدنا جبريل لرسول الله القرآن في رمضان فكان سيدنا جبريل عليه السلام يعرض على أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان مرة كل عام حتى كان العام الذي انتقل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيه للرفيق الأعلى عرض عليه القرآن مرتين فعرف الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيذهب إلى حبيبي يعني إذن حضرة النبي علمنا من خلال كل الدوال على أن أفضل جليس ممكن نجلسه في رمضان هو القرآن يعني لابد أن احنا نجالس القرآن ونعرضه على قلوبنا يعني إيه نعرض القرآن على قلوبنا في كثير من الناس بيعرضوا القرآن على ألسنتهم وعلى عقلهم بس الأهم أن احنا نعرض القرآن على القلوب لأن القرآن نزل على قلب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن موضوع لينزل على القلوب فيخسلها وينورها ويوسعها فترى رب العالمين فكأن القرآن يتنزل في هذه اللحظة فيرون كل أنوار الله سبحانه وتعالى ويبقى القرآن ساعتها ألم نشرح لك صدرك فالقرآن يشرح الصدور وإن شاء الله احنا في برنامجنا في رمضان السنة دي في برنامج ولا تعسروا يكون عندنا حال مختلف مع القرآن وعن حاول أن احنا نعرض القرآن على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى عمالنا ومستقبالنا وسعادتنا علشان نعيش بالقرآن ويبقى دوات باب من أبوام مجالسة القرآن الصادقة اللي تزدنا نور ورحمة وخير وجمال وإحنا بنعمل كده كمان عشان عارفين قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض فأردنا أن يتحول القرآن إلى ماذا؟ إلى حياة وعشان كده كنا بنعمل بواسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه لما حضرت النبي قال له عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء الحديث ده لازم نعرضه على قلوبنا عليك بالقرآن شوف حضرت النبي بيقول لي سيدنا أبي ذر ماذا؟ عليك بالقرآن فإنه إيه؟ هو بيكلمه على القرآن فبيعرفه إزاي هو نافع ليه في الدنيا ونافع ليه في الآخرة فعشان كده لازم نخلي بنا إن اتخاذ القرآن جليس وفهمه والمدومة عليه ده مش خيار ممكن أعمله أو ممكن ما أعملهوش لا الحقيقة القرآن مجلسته مش بتكون مجلسة ميزاجية القرآن المجلسة بيه مجلسة نفس مجلسة حياة مجلسة روح القرآن ده نزل من نفس المكان اللي بيتنزل عليه روحي فهم متجانسين فأنا لو عشت مع القرآن روحي تترقى وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي هيحصل بيعرضننا أمر مهم جدا إن القرآن ممكن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى يشكو إلى الله سبحانه وتعالى وناس هجروا القرآن يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة يا رب ما تجعلناش منهم لا إحنا بناخذ القرآن ماذا؟ جليساً حبيباً ونعيش معاه فالقصد من إن القرآن يكون جلسنا مش مجرد إن إحنا نتلوه نردد الآيات فيه لا إحنا نفهمه ونعمل به سيدنا عمر بيقول كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يكن يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن يعني إيه اللي حاصل؟ كان بيحول أوعى تفهم كلام سيدنا عمر إنه هو بيعمل إيه؟ بيطبق الآيات اللي هو كلمة التطبيق اللي جاءتنا بيها التدين الكمي لا سيدنا عمر كان بيحول القرآن إلى حياة ولكم في القرآن يا حياة فإحنا إيه اللي بيحصل؟ كان سيدنا عمر والصحابة كانوا يتعلموا العشر آيات ويعملوا إيه؟ ويحولوا العشر آيات إلى حياة يعني مش بيطبقوها أسلوا بعض الرحيين بيبقى أنا أروح أطبق القرآن خلينا أقول لكم بعض اللفتات المهمة وإحنا متعامل مع القرآن كثير من الناس أمه بيقولوا إحنا رحيين يطبق القرآن بيكونوا بيطبقوا أفكارهم عن القرآن لكن القرآن يطبق لما تؤمن بقيمه لما تؤمن بأنواره لما تؤمن بما فيه من مدد مش إن أنت هتطبق اللي فيه فلما يعرضك شيء من التطبيق بتاعه تسيبه لا ده القرآن حياتك القرآن ممكن يغير كل ما خوفك القرآن ممكن ياخدك إلى علم أوسع القرآن ياخد إيديك إلى أنك أنت تعرف حقيقتك القرآن يخليك تعرف حقيقة الدنيا القرآن يوصل حياتك الأولى بحياتك الآخرة القرآن يدخلك الجنة وإن تعيش في هذه الحالة الأولى إلا حاصل لما تعرف ولمن خاف مقام ربه جنتان وتعرف إن رجائك وخوفك من الله سبحانه وتعالى خوفك إن أنت تطلب رضا فإلا حاصل فتبع من أهل رضي الله عنهم ورضوا عنه فتعيش في الجنة وإنت في الدنيا وتشوف بقى إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيريك نعيم ولذلك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة حياة مليانة بجمال ماذا؟ بجمال جنة القرب من الله طيب بعض ممكن يتساءل هاستفيد إيه لما يكون القرآن جليسي هنقول له إنك أنت هتستفاد مش استفادة واحدة أظن كل الناس محتاجة الأيام دي إن هم يجلسوا القرآن ومحتاجين استفادة مهمة أوي وهي الهداية والتوفيق إلى أفضل وأسهل وأنفع الطرق في حياتك وفي أخرتك عشان تعمل إيه؟ تفتح عليك باب الوصول إلى الله اسمع كده قوله وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم في كل شيء وكان القرآن ماذا؟ أوسع باب من أبواب الاتزان أوسع باب من أبواب الوصول إلى معالي الأخلاق أوسع باب من أبواب الوصول إلى أحسن حال وعشان كده حضرة النبي إنما بوعث له أتم مكارم الأخلاق كان أعلى حاجة فلما أرادوا إنهم يصفوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنه وصل إلى أعلى درجات الكمال فقالت إيه السيدة عائشة؟ وقال إيه عنه الصحابة؟ كان خلقه القرآن وكان القرآن ده أعلى مرتبة في الحياة اللي يعيش القرآن يعيش أعلى وأرفع وأحسن وأجمل المراطب في الحياة وعشان كده القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي إلى أفضل وأعلى وأكثر الأحوال استقامة فالناس اللي بتشتكي من الحيرة والتردد والألأ وعدم القدرة على اتخاذ القرارات في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها والخوف كمان من المستقبل أكتر حاجة ممكن تطمنكم وتوصلكم إلى رشدكم وتشيل الغشاوة من على أينكم وعلى أقلوبكم هو القرآن عشان كده سدنا الإمام علي رضي الله عنه قال من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن عشان كده احنا عايزين بس نقول حاجة مهمة أولي لن تستطيع أن تكون جليسا للقرآن حتى تتشوق إلى أنواره يعني عارفت زي زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ورجل قلبه معلق بالمساجد لازم تحس أن القرآن ده مسجد فلما بتدخل تتفكر فيه أو بتقرأ فيه فبيحصل لك حاجة اسمها صلاة القلب ليه في حاجة اسمها صلاة القلب لأن بيحصل حاجة اسمها وصل القلب تخيل كده لقلبك لما يسمع كلام الله لما يسمع أن القرآن وكأن الله يخاطبه فيه أجمل من كده فتجد قلبك إيه ده أنا كنت بصلي عشان أستقبل الكعبة أنا دلوقتي قلبي هو الكعبة لأنه هو محل نظر الله ومحل تجل الله عليه بالمخاطبة ده أنا قلبي دلوقتي ربنا بيخاطبه فأول حاجة وانت بتقرأ القرآن وانت بتتعامل مع القرآن لازم تعرف أن القرآن بيفتح ليك أن قلبك يكون محل لتجلي وورود أنوار الله عليك دي أول حاجة ده أول أدب ده أول حال لن تعرف من تجالس حتى تعرف حقيقته القرآن هو جنة للأصال جنة للجمال جنة للدلالة على الله إيه الجمال ده كله ده فأنت ساعة ما تجالس القرآن أنت تجالس من يأخذك إلى الله بمجرد المجالسة ولكن ذلك سواء كنت سامع للقرآن أو كنت قارئ للقرآن أو كنت متدبر للقرآن أو كنت محب للقرآن كل ده يخليك في الحال دي فلا تجالس القرآن إلا وأنت على يقين من أنك محل نظر الرحمن فلا تجالس القرآن إلا إذا كنت متوقنا أنك محل نظر الرحمن طبعا أنا ما بحسش بده ردد على قلبك ده ولذلك أنا بفيه دعاء لطيف ممكن نبتدي به الإجراءات لما تجي تجالس القرآن تقول إيه يا صاحب هذا القرآن أسألك أن ترفع عن قلبي كل حجاب وكل ران حتى إذا تلوت كلامك رأيتك رأي العيان يا سلام فلما تحس بأن أنت ترى الله هي من الأشياء التي تخليك ترى الله أصلاً ليس مع أن رؤية الله هو الإحاط ولكن رؤية الله اليقين من أنه يراك اليقين معنى أنه يراك مش بس أنه يشوفك يعني حشاة ولكن أن تكون في حضراته أن تعرف أنك في حضراته فلما تكون بتتلق قرآن أنت في حضراته أنت في حضراته إيه دايماً كان يعلمون مشايخنا أن أنت وبتتلق قرآن لازم تحس أن أنوار القرآن بتنزل هو صحيح أنوار نزول القرآن وأنوار البعثة نزلت على حضرة النبي لكن كلما تلوت القرآن كلما نزلت معه أنوار أنوار إيه فاذكروني أذكركم فالقرآن لا يتلق إلا وينزل وينزل نور كلما تتلق قرآن كلما ينزل نور فلازم أن أنت تكون مستحضر أن أنت محل نظر الله محل الوصال تاني حاجة من الأداب المهمة وأن أنت بتجالس القرآن أن أنت لما تجالس القرآن عليك بالحشمة حشمة يعني إيه ما تجالس القرآن وكأنك بتقرأ رواية لكن تحتشم فكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل سيدنا عثمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم خطة فاخده فقالوا لماذا فعلت قال لا لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ولا أحتشم بشيء إذا تلي اقشعرت الملائكة واقشعرت جلود الذين يتقون الله فلازم أنا كمان يبقى عندي حشمة وأنا صحيح لما حد بيسألني هو أنا ينفع أقرأ القرآن على وضع كذا أو وضع كذا بقول له آه اقرأ القرآن واحدة دي تقول لي أنا ممكن أقرأ القرآن وأنا مش لابسة حجابة أقول لا آه اقرأي لكن أهم حاجة حشمة القلب الحياء والمعنى إن أنا بقرأ كلاما ليس كأي كلام طب وحشمة القلب دي دي إزاي بالتهيئ إن أنا أتهيئ أنا سأذهب لأقابل مولاي أنا سأذهب إلى لكي يسمع قلبي كلام مولاي يبقى أول حاجة أنت محل نظر الحاجة التانية أنت محتشم يعني محتشم ما فيش لا مزاح ولا هزار في أدب في إجلال في تعظيم وكلما عظمت كلما رزقت حاجة التالتة والأخيرة لا تعبأ بحديث النفس بأنك لا تفهم ولكن عليك إذا لم تفهم أن تسأل يبقى ثلاث حاجاته أنت محل النظر محتشم وأنت تقرأ القرآن ثالث حاجة إيه اسأل إنما شفاء العي السؤال والسؤال ده مفتاح باب الجمال وخاصة القرآن هو اللي قال لك كده فاسألوا أهل الذكر والقرآن أهي ذكر فمن كان من أهل الذكر في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا دي ثلاث حاجات إيه بقى نعمله عشان نقدر نجالس القرآن لابد أن يكون عندك ورد من القرآن والورد ده ما يكونش بشكل أو بآخر الورد ده لازم في الحقيقة الورد يكون فيه انتظام وفيه استمرار فأنت لابد أنه يكون عندك ورد من القرآن والورد ده ما يكونش بشكل أو بآخر أنت فيه بتقرأ بس وإنما تقرأ وتنظر وتتدبر وتطرب من الله سبحانه وتعالى التوفيق الإجراء التاني أنت لما تجي تقرأ القرآن الكريم وتقبل على الله سبحانه وتعالى بتلاوت القرآن الكريم اجعل للقرآن الكريم حالة من حالات المناجهة مع الله أنت بتقرأ القرآن اقرأ القرآن وانت قلبك بتعلق بالله يعني اقرأ القرآن وانت بتقول له انا اعلم انك تحب هذا الكلام لانك لو لم تحب ما انزلته على حبيبك فهذا كلام تحبه انزلته على قلب حبيبك فبحق هذا الحب اجعل قلبي محبا لهذا القرآن ومحبا للدخول عليك من باب القرآن يا رب العالمين الحاجة التالتة بعد المناجاة كمان ان انت يبقى اول حاجة لا يقف قراءتك القرآن عندك قراءة حروفي بل عليك ان تتدبر وان تنظر الحاجة التانية ان انت لازم كمان بشكل كبير جدا جدا يبقى عندك طلب من الله سبحانه وتعالى ورجاء من الله انه وبحقك هذا كلام المبارك الذي يحبه ان يجعل قلبك محبا لله سبحانه وتعالى ويدخلك عليه من باب القرآن الحاجة التالتة كمان اللي انت لازم تعملها وانت بتجالس القرآن ان انت لا بأس ان انت تروح كل يوم يبقى عندك سؤال وتتعلم مسألة جديدة في القرآن الكريم تروح لأهل العلم وتسألهم تسألهم عما خافي عنك من معاني القرآن تدبرت وانت مش من أهل العلم فما فهمتش فتروح تسأل زي ما سيدنا عمر سأل عن الاب سأل سيدنا عبدالله بن عباس فأجابه فقال شقيته اذا تكلمت في القرآن بغير علم بس القرآن لانه واسع فما فيش مانع جدا جدا تروح لحبر او بحر عشان يجعلك تشرب من شهد هذا القرآن ويا سلام لو كمان سمعت تفسير آية وجعلت تفسير الآية ده وتمحور من محاور حياتك زي ما ناس كتيرة جدا جدا بتسمع التفسيرات من حد زي إمام الدعاء فضيلة الشيخ الشعراء وتسمع منه آية وتفضل تسبح فيها في يومك لو عملت الأربع حاجات دي هتحس ان انت من أهل القرآن في شهر القرآن وتحس ان أنوار الرحمن تجلت في قلبك فغلس انت منك الأرواح والأبدان وجعلت وكأنك حاضرا في حضرة الرحمن تنظر إليه نظر العيان يا رب العالمين رزقنا واحفظنا واكرمنا بالقرآن في رمضان واجعل هذا بابا واسعا لنبقى في حضرتك يا كريم يا عليم يا رحمن يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسره ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا صفحة برنامج ولا تعسره اللي بتتلقى أسئلتكم بكل فرح وسعادة واحنا كمان بيتنور قلوبنا أسئلتكم المباركة خاصة واحنا في الشهر رحينا على الشهر الفضيل وربنا سبحانه وتعالى بيجي على مجالس النور تزداد دلقلقا وتزداد بركة وتزداد نور كلما اقتربت من مواطن النور مواطن البركة مواطن المحبة مواطن الوسعة مواطن نظر الله سبحانه وتعالى زي شهر رمضان تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا بيقول إيه أول سؤال بيقول مساء الخير أنا كنت افطرت رمضان اللي فات بسبب الحمل والولادة الحمد لله على السلام وبعد رمضان ما خلص صمت 11 يوم وما قادرتش أكمل الصيام فما المبلغ المطلوب كفارة عن الصيام مين قال أني عندنفع مبلغ أنت أفطرتي لأنك أنت كنت في حكم المريض الحمل والرضاع بيأخذوا حكم المريض فحكم المريض ايه في عدة من أيام الأخر فأنت مفروض تصوم فأنت صمت 11 يوم فإيه اللي حاصل عاد كملي بيتي الأيام بتقول لي بس ده رمضان الجديد هيدخل أهو وأنا ما صمتش أعمل ايه بعدما رمضان يخلص تبتدي صيام الأياء التسعتاشر يوم أو التمنتاشر يوم بحسب السنة اللي فاتتك دي كانت 29 ولا 30 هتصوم التسعتاشر يوم أو التمنتاشر يوم اللي فاتوكي مرة تانية بعد ما تتخلصي الصيام رمضان يبقى إيه اللي حاصل وينفع تخلي الستة من شوال من هذه الأيام ينفع يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنت هتصوم القضاء بعد ما تخلصي طب ليه ما تفعش كفار؟ أي يعني اللي ما تفعش فدية هقول لك لأن انت قادرة تصومي وما دون انت قادرة تصومي يبقى عليك أن انت تقضي الأيام اللي فاتتك وما تدفعيش فدية ولا تدفعي مال انت عليك أن انت تصومي وتقضي ما فاتك من هذه الأيام بسبب الحمل وبسبب كمان الولادة وبسبب الرضاة يبقى إيه اللي حاصل طب السؤال بعد ما يخلص رمضان بقى مش ادفع فدية مع مع الصيام لا هتصومي وبس هذا ما استقرت عليه الفتوى في دار الافتاء المصري السؤال التاني بيقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت عايزة اسأل سؤال لو ممكن من حضرتك الرد سريعا ولكم جزيل الشكر هو الطلاق حرام او بمعنى اخر ربنا هيكون زعلان مني انا اعرف وكأن حضرتك تقولي ربنا هيكون زعلان مني يعني هذا الفعل يغضب الله سبحانه وتعالى نعم الفعل ده يغضب الله سبحانه وتعالى اذا كنت انت هتطلبي الطلاق بدون سبب يعني هتطلبي الطلاق بدون سبب ايه اللي حاصل ايه اللي حاصل بينك وبين زوجك مفيش حاجة بس انا والله الجواز ده ازهيئت منه بقى فيه ناس بتعمل كده اه فيه ناس بتعمل كده احنا عندنا خمس مصايب حصلت في الجواز في الفترة اللي احنا فيها دي في النصف الثاني من الايه النصف الثاني من من القرن الماضي احنا مشيين في البلاء ده لغاية ما بقت ارتفعت نسب الطلاق بهازي الطريقة اللي حقيقكم شايفينها حصلت ظاهرة زواج التجريب بيجربوا بعض اذا ببسطنا نكمل الجوازنا ما ببسطناش نتطلق وفيه جواز البيزنس جواز البيزنس مش ان حد يتجاوز حده عشان يحصل على فلوس سواء زوجة او زوجة لكن جواز البيزنس معناه يعني نتجاوز بعض لو خسائر الجواز دي لو انا ما حصلتش مقابل اللي انا دفعته في الجوازة دي يبقى كده خسائره اكتب من ارباح لا انه ملاقاش لازم واحنا ساعدنا الناس دي لما قلنا ان الجواز مالو شركة فالناس لا حتصدقت فالشركة يبقى ايه لازم ارباحها تبقى اكتب من خسائرها طب لو خسائرها اكتب من ارباحها لا انه فضاه شرك ملاقاش لازم الجواز ده يبقى كمان ده مصيبة تانية حصلت في الجوازة مصيبة التالتة الناس اتجاوزت جواز اليأس والاحباط جوزوا ان خلاص هيفوت على القطر فمين قال ان الناس لازم تتجاوز عشان فقط بس الوصمة اللي ممكن يحصل لهم من ان ما اتجاوزوش ده كلام فارغ وكلام سخيف مش حقيقي ومش لازم يحصل ده طيب لا حاول ولا قوة إلا بالله يبقى عندنا اول حاجة ماينفعش ان احنا نتجاوز عشان الوصمة ماينفعش نتجاوز كمان عشان المصالح والخسائر وان احنا عايزين نربح في الجواز بس والامر التالت ماينفعش نتجاوز عشان نجرب بعض انا بقول كده ليه لان السؤال ده بيتجاوب عليه امتى يكون الجواز امتى يكون الطلاق حرام لما حد يطلق عشان هو اجربه ومش عاجبه التجربة اه لا لا ده بالسبب للطلاق الطلاق لازم يكون فيه دافع لازم يكون فيه ضرر حتى لو كانت ضرر ضرر معناوي حقيقي خلاص ما بقيتش قادرة تعيش معاه خالص لان صفاتهم مش متفقة ولذلك الله سبحانه وتعالى يجعل المرأة التي تطلب الطلاق من غير بأس يعني من غير السبب لا تشم رائحة الجنة ليه لان ربنا سبحانه وتعالى ارد لها الجواز ان يكون محل تكريم قالت لا بس الجواز اللي انا متجوزها ده مش محل تكريم ايوة ده سبب ده سبب للطلاق الجواز اللي انا متجوزها ده اهانة لكن واحدة زوجها متجوزها ويسعى في رضاها ويحافظ عليها وراجل تقي وراجل بيحب لها الخير وراجل بيسعى لكذا فهي قالت ايه والله الجواز ده كفايا عشر سنين كفايا خمسة عشر سنة كفايا والله لوقت اللي احنا لشنا ما بعد انا عايز اعيش بلا زوج لا ده حرام عليها حرام عليها ان هي تطلب الطلاق لكن انا حس ان الجواز بقى بيستهلكني انا حس ان الجواز ده بيقلمني لان زوجي مش قادر بيعملني بطريقة بتجعل نفسي في حالة الطراب لا هذا سبب لكن التاني بلا سبب التاني بلا سبب فاذا المرأة طلبت الطلاق بلا سبب اه حرام اه حرام طب اذا طلبت المرأة الطلاق بسبب لا لاها ان تفعل هذا لدركة المرأة راحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له الناس هيقول له من ده من غير سبب لا قالت له يا رسول الله اني اكره الكفر بعد الايمان واني لا اريد ان ابقى زوجة لفلان اه هي بتقول ايه هي مش قادرة تعيش معا في اسباب كتير ورد بقى في الاحاديث لكن هي مش قادرة تعيش معا وخيفة ان هي يؤدي ذلك الى ماذا الى عدم القيام بالواجبات الشرعية وعدم العيش بشكل صحيح ليه طيب هي مش مال يعنيها مش مال يعنيها يعني ايه يعني الصفات اللي عنده دي هي صفات في الحقيقة لا تجعلها في امان اه هي طلب الطلاق لانها تريد ان تكون في امان تريد ان تحافظ على تقواها مش ان هي مزاجها مش مبسوط من الجوازة دي تابعوا الى ايه مزاجها مش مبسوط من الجوازة دي تعمل ايه تروح تتزكى ونفسه وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاه الكلام ده بنقوله للست بس لا بنقوله للست ونقوله وراجع على فكرة للاتنين لان ده مثقليص فلا يجوز التلعب بيه ولا يجوز اذى الرجل او اذى المرأة من عجل التطليق حرام ده كمان لكن اذا حدث ان الناس هتتجاوز والناس هيؤدي الى المهانة والى كسر الخواطر والى الاذى والى الظلم لا الشخص التاني اللي من حقه ان هو يطلب الطلاق اذا كان مظلوما اذا كان مظلوما طب اذا ما كان من غير السبب لا هيكون الطلاق حرام اظن مسألة واضحة وضوحا ليس فيه لبس حد يقول بقى طب الحالة اللي انا فيها بعدي انا كده فيه ضرر وقع علي او فيه اذا وقع علي او ان انا انت اللي هتقدر وانت اللي هتقدري لذلك لازم نفهم ده بشكل واضح السؤال اللي بعد كده بيقول ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عندي مشكلة ومحتاج رأي فضيلة الدكتور بنتي خمستاشر سنة ما شاء الله وانا اريب منها وبحاول اكون اخ او صديق معاه كويس بس هي كدبت علي مرة وعدت شهرين ما كلمهاش شهرين طب هي في الشهرين دي لما كانت حايزة تتوب وعايزة حد يقف جنبها كان مين اللي بيقف جنبها ليها صديق داني ولا ولا ليها صديقة تانية انت مش قلت ان انت بتحاول تكون صديق ديها واخ وهي ما وهي مش جات اعتذرت ولا ودخل علينا رمضان وسمحتها وتكلمت معاها واكدت واكدت لي ان هي كانت غلطانة ومش هتعمل كده تاني وبعد ست شهر جيت بالتاني وثابت الدرس وراحت مع صحبتها اللي انا قيل لها تبعد عنها انا دلوقتي ضربتها وحرمتها لا حولها قولت الله وحرمتها من الدروس ولا ولا بتكلمني تاني ولا اعتذرت انا خايف عليها اعمل ايه انا عايزك تخاف عليها منك اللي انت بتعمله ده ما يتنسبش مع السن اللي انت بتقول عليه ده يعني انت لما قلت السؤال انا نظرت للسن اللي هنا ده عندها 15 سنة وتضربها تضربها ليه بقى لان هي كدبت تاني كدبت وثابت الدرس لان هي كانت محتاجة تروح معا اه صح الكدب حرام بس هي تضربها وهي في السن ده اه رجع التاني ايه اللي حاصل تحاول تجد سند تحاول ادنيات سند نفسها بنفسها الوصف اللي عندي ده انا اقول حاجتين اول حاجة نصيحة لحضرتك انت حضرتك بتعمل مشروع الاحتواء البديل ايه الاحتواء البديل ان هي هتفر من حضرتك وهتبحث عن سند في مكان تاني السن ده ما يتضربش ما يتضربش الخالص ما يتضربش ليه لان ده سن التمرد وانت لما بتضربها هي بتحس بالمهانة الشديدة وقت اضطر تعمل ايه تبحث عن حد تحس بان هي انسانة محترمة الضرب هنا ده بيكسر النفس في السن ده اذا عاش الانسان وما عملش غلط بيعيش مكسور النفس ويحس دايما ويلاقي الناس اللي اتضربوا بدأوا بعد ما كانوا متفوقين يبقوا ويبقوا ناس عندهم ضعف نفسي لا قادرين يحصلوا ولا قادرين يفكروا والامور تعقدت عندهم فلذلك ايه اللي حاصل انا متصور ان كمان الدرب اللي انت ضربته لها ده دربي بيشتمل على حرمة يعني لو كان فيه درب في الواجهة او دربي بيعلم او دربي كذا كل ايه العنف ده فانا شايف في الحقيقة انت بتسألني اعمل ايه روح احتضن بنتك واعتذر لها ان انت ضربته وقل لها بدل ما تكذبي تاني يا بنتي الحاجة اللي انت عايزاها تعالي قوليلي عليها ونتناقش فيها انا صديقك والصديق معناه ان انت تيجي تسدقيني انا مش اشوف كرمتي ان انا اقدمها على انك انت تروحي وتتعلمي صفة او تفقد قيم تعالي نتكلم انت محتاج ان انت تترك قسوة القلب شوية الحقيقة يعني مش هي دي الطريقة اللي ممكن يتربع بها الناس وعشان ما تتسرعش يعني والسادة المشاهدين يتسرعوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فكرة لو حد قال اه بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمل كده مع ولد انما دي بنت انتوا حضراتكم كده بتفسدوا الحياة وبتعملوا تخصصات في القيام لم ترت في الشرع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا انس خدمت رسول الله عشر سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لي ما فعلته ولا لشيء تركته لي ما تركته للنصابي في رايح على سن المراهقة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه ازاي يتكون شخصيته فانت جاي حضرتك في اهم فترة بتتكون فيها شخصية بنتك بتكسرها روح وقعد معاها وكلمها وتوعد وهي لو اخطأت علمها ان هي تتوب الى الله مش علمها ان الخطأ ده نعاية العلاقة بينك وبينها ونهاية السقة طب هي ترجع ربنا ليه لو انت كنت بتقول لها الكتب 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 فهي كتبت فإيه اللي حاصل فحست عشان هي كتبت ما فيش طريق للرجوع طب ازا ما كانتش فيه طريق للرجوع هتعمل ايه هتستبيع واضيق فتكون عونا للشيطان عليها الراجل جيه وهو مجلود يعني ارتكب ما به يجلد حدا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلش ان حد يتكلم عليه كلمة غير مناسبة لانه ما زال له عرض فقال له لا تكن عونا للشيطان على اخيك فانه ما زال يحب الله ورسوله انا بقول لك لا تكن عونا للشيطان على بنتك فانها ما زالت تحب الله ورسوله لما قعدت مش رضي تكلمك لان هي حاسة ان هي مكسورة عايزة لما تيجي تكلمك تكلم والدها اللي بتحبه مش تيجي تكلم اللي كسرها حاول ان انت تقول لها ان الضرب ده كان غلطة ومش هتكرر زي ما انتي لازم توعديني ان الكذب كبيرة ربنا سبحانه وتعالى بيفتح الابواب عشان نتوب منها تعالي انا وانتي نتوب انا توب من العنف وانتي تتوبي الى الله من الكذب ونوعد بعض ان احنا لا فينا حد يكتب ولا فينا حد يبقاسي القلب يا رب كرمنا عشان احنا نكون من اهل طعتك ومن اهل رحمتك ومن اهل الامان اللي حضرتك بتفيد بيه على اهل هذه الارض واهل السماوات يا رب جعلنا باب من ابواب الرحمة لا في حد يتوجع منا ولا في حد يتئذي منا ولا في حد قلبه نكون احنا سبب في كسره يا رب جعلنا دايما من اهل الرحمة نرحم ونترحم ومن اهل الفضل ومن اهل اللطف نكون باب من ابواب نزول لطفك على عبادك يا رب العالمين اكرمنا وارحمنا وجعلنا يا ربنا دائما سندا لعبادك الفقراء وجعلنا نذوق حلاوة انك ترسل مددك على ايدينا لعبادك ليصلوا اليك بالرضى والمحبة والانس يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين ارحمنا واجعلنا من الراحمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة